اصطرة طبية بتعمل على نفقة الدولة بسهولة ان كان لك تأمين خلاص هتقول لي ما ليش تأمين هتروح مكتب معين كل الناس هتقولك عليه تطلع قرار علاج على نفقة الدولة احنا كل شغلنا من هدي القرارات في الاصر العيني كل شغلنا قرارات علاج على نفقة الدولة وبتعمل هتقول لي زي برا لا احسن لا احسن من برا فايه هتقول هدي كلمة انا مش قادر اعمل اسطرة عشان انا ما معيش فلوس لا العلاج لا يحرم منه انسان عشان ما معيش فلوس الرسالة الطبية بقى الجزء اللي بيقول ايه انا سني 41 سنة من 5 سنوات من اضطرابات في المعدة وحال التجشق غريبة وبعد معاناة مع الطباء لم اتوصل لسبب معين من حوالي 14 قعاني من قلم في منتصف الصدر مسمع في الضهر بيجي ويروح ومش مرتبط بمنقود وتشخص مشكلة في شوريان التاجي علما بان الاكو والتحاليل ورسم قلبه كله سليم مطلوب اسطرة وانا ما عنديش امكانيات لا الاكو يشخص شوريان التاجي ولا رسم القلب المرتاح يشخص شوريان التاجي جايز الدكتور شخصك بكلامك بكلامك بوصف الالم بوصفه الالم وصفته له صح جدا فقالك ده شوريان تاجي وعايز اصطره مش عايز مشكلة الاكو مايشخص شوريان تاجي خالص الا في حالات ندرة جدا لو كان عندي جلطة من الاول عندي جلطة من القلب وحتة من العضلة ما بتشتغلش هتتصور انما العضلة بتشتغل خصوصا انو انا مرتاح فيه طريقة تانية للاكو تشخص شوريان تاجي ان يكون بدوى دوى يعمل ايه يزود ضربات القلب انا قلبي بيدق سبعين حلوة حلوة ومش مفضوح طب لو خلته 140 يتفضح يقولك لا الدم قليل كلمة دم قليل يعني شوريان تاجي الدم قليل فده اللي بنعمله بالاكو نصور الاول مرتاح ونديله الدواء اللي بيسرع القلب يغني عن هذا السير ممكن اجريه عالسير يطلع من 70 ل140 عالسير لكن جايز مريض يعني مثلا الناس اللي عندها سمنة مفرطة 140 كيلو اجريه عالسير ازاي واحد برجل واحدة اجريه عالسير ازاي واحدة ست ركابها بيضخ اجريه عالسير ازاي في هدي الحالات بنلجأ الى الاكو بدواء الدواء ده بيتعلق في الوريد وياخده نقطة نقطة يوم يزود ضربات القلب يزود ضربات القلب يتفضح القلب لو كان هناك شيء فده الاختبار انت بتقول عملت اكو وعملت رسم قلب رسم القلب وانا مرتاح يطلع نورمال يطلع ما فيش حاجة خالص يا رسم قلب اجهادي يا اكو اجهادي ما اقدرش اقولك اعمله خالص ان لما تكون قدام عناية ما اقدرش لماذا في حالات ممنوع فيها ان انا اجهد العيان فهذا هو ايه محمد علي ده رسالة مهمة جدا الشق الانساني فيها اهم الف مرة من الشق الطبي ما فيش يا اخواننا انسان يتحرم العلاج لعدم امكانياته المادية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة